تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في مناطق متفرقة بمديرية الحشوة شمال شرقي محافظة صعدة وقال أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال مشبب الخالدي في تصريح لقناة سهيل إن قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم في مناطق متفرقة من مديرية الحشوة وما تزال المعارك مستمرة في محاور عدة باتجاه مركز المديرية وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشي الحوثية الإرهابية نحن في معركة الفهدو التي انطلقت في أواخر رمضان ولا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة التي انطلقت بدءا من العطفين وقذامي الشعير ومناطق أخرى في مديرية كتاف ومديرية الحشوة معركة مستمرة ومستجدات الأمور فيها أن الجيش الوطني حرس تقدم في أكثر من مكان واستنزف العدو وشارك طيران التحالف بتدمير مخازن أسلحة وبتدمير عربات وبتدمير وسائل نقل وأفراد أيضا وقطع إمدادات وتعزيزات الميليشيات في هذه الجبهة والتي تعتبر جبهة جبهة مستنزفة قوية للحوثي يستمث الحوثي فيها لإثبات نفسه والدفاع عن نفسه بكل الوسائل ورأينا وسمعنا الأخبار التي دعا مشرفية الحوثي وقادة ميليشياته لسحب الناس بل ألزم بعض من مقاتله في براط وفي أيضا بعض مناطق عمران وسفيان وأيضا حتى من صعدة للحفاظ والدفاع على هذه الجبهة المؤلمة جدا للميليشيات والتي سببت له صداع مزمن ووجع كبير جدا على أرض الميدان الجيش الوطني أحرز تقدمات طيبة وفي قذامي الشعير في الجراشب في العطفين ولن نتوقف حتى الوصول بإذن الله عز وجل إلى الهدف المحدد والمرسوم من هذه العملية والتي أطلق عليها عملية الفهد هي انطلقت المعركة لن تتوقف دون الوصول إلى الهدف بإذن الله عز وجل بتحرير مركز مديرية الحشوة كهدف أولي بإذن الله عز وجل وهي تحت إشراف قيادة اللواء من العكيمي محافظ محافظة الجوف قائد المحور الأوسط وله شكر وأيضا كما نشكر التحالف العربي ويعني على إسهامه ودعمه وتدخل الطيران والذي كان له الدورة الكبير جدا في ضرب التعزيزات وإعطاب الآليات وقطع الإمداد